التيمم بداية هو يعني ايه تيمم وامت اقوم بالتيمم ده وامت لا بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صلي صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب واستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا حضرتك بدأت في البداية بمقدمة جميلة جدا اللي هي التيسير في معظم العبادات اللي ربنا شرحها سواء الحج أو الوضوء أو الزكاة أو كل الأمور اللي ربنا أمرنا أن نتعبد بها وده يستحضر خلينا نستحضر آه يريد الله بكم الوسر ولا يريد بكم العوسر فمعظم العبادات في الشريعة الإسلامية قائمة على التيسير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا حضرتك هتقدر تأدي من العبادات هو اللي ربنا أمرك إنك تقوم به ده يظهر بصورة واضحة وجلية في مسألة التيمم هو إيه التيمم صحيح التيمم هو يعني طهارة ترابية تسد مسد الطهار المائية اللي هي إيه الطهار المائية؟ الوضوء أو الغسل الوضوء أو الغسل فأنا واحد ما عندهش القدرة يستعمل الماء أو ما فيش ماء موجود في المكان اللي هو قاعد فيه فهل في الحالة دي تسقط عنه العبادات؟ ما يصليش؟ ما يغتسلش؟ من رحمة ربنا بقى التيسير أهو؟ ولا يبحث عن الماء في أماكن بعيدة ويسرف أموال كثيرة حتى يحصل على الماء التيسير يظهر هنا بقى فجاءت عبادة التيمم اللي هي تقوم مقام غسل الأعضاء في الوضوء أو الاغتسال الكامل ربنا بقول فإن لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ده هو التيمم اللي هو نقل التراب إلى الوجه والكفين إلى المرفقين ببساطة سهلة جدا